مرحبا في الله على كل حبائبنا الألواء معكم أحمد عصاب من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي مطش النهاردة إن شاء الله يكون مهم جدا قدام غزل المحلة في ملعب المحلة الساعة 5 ونص بالليل في الجولة الخامسة من مسابقة الدورة طبعا لما بنيجي نتكلم على المحلة واللعب على ملعبها بيكون عندنا كلام كتير جدا نقوله وخاصة إن النادي الأهلي هناك بيلعب مباريات مصيرة جدا حتى الموسم اللي فات كان للأسف يعني خرجنا من الملعب ده بخسارة بهدف دون رد لكن عايز أقول لكم إن الملعب ده زي ما كان فيه حاجات صعبة زي اللي حصل في الموسم اللي فات كان لينا فيه إنجازات وحكايات مهمة جدا لازم تتحكي على الملعب الكبير والتاريخي ده خلينا أقول لكم إن مثلا فيه إنجاز مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي حصل على الملعب ده إحنا من كتر الإنجازات والبطولات اللي بنحققها فيه حاجات مهمة كده بتتنسي في النص زي الإنجاز الكبير اللي حصل على الملعب ده في موسم 2004-2005 موسم 2004-2005 طبعا كلنا فاكرينه كويس جدا كان عندنا بداية جيل عظيم بيتبني وبالتحديد في الدور الأول في 23 ديسمبر 2004 رحنا ملعب المحلة وإحنا عندنا 12 فوز متتالي تخيل كده انت رايح ملعب المحلة الصعب دوت في حضور جماهير طبعا زي ما كلنا فاكرين في التوقيت ده موسم 2004-2005 ومحقق 12 فوز متتالي احنا كنا محققين الإنجاز ده قبل كده أكتر من مرة ورايحين عشان نحقق إنجاز ما حصلش قبل كده في تاريخ الأهلي ولا في تاريخ الدور المصري وهو الفوز للمرة 13 على التوالي التوقيت ده طبعا كانت فرقة جبارة وبتطلع نار بمقاة زي ما كلنا فاكرين بس للأسف كنا رايحين مطش المحلة وكان عندنا غيابات مهمة جدا زي عماد النحاس الليبرو التاريخي للنادي الأهلي في التوقيت ده كان بيعمل مباراة عظيمة جدا لكن للأسف الإصابة كانت بتبعده عننا فترات طويلة وكمان محمد بركات وجلبرتو تخيل انت رايح مطش مهم زي ده قدام خصم القوي زي المحلة على ملعبه وجماهيره وبدون السلاسي العظيم ده منول جزيب ده المباراة دي ساعتها بتشكيل فيه شوية عناصر جديدة زي محمود شيكو اللي كان بيلعب وقتها بدل حسن مصطفى وكمان كان بيلعب على نهاية الشمال أحمد أبو مسلم بدل جلبرتو الغايب والحقيقة يعني كان عندنا راسين حربة اتنين يعني من الناس اللي يعني الواحد يحب يشوفهم دايما في الملعب كان أحمد بلال وجنبه أماد متعب وبيلعب تحتهم محمد أبو تريكا وتخيلين يا جماعة انتوا بتلعبوا قدام المحلة في المحلة بتشكيل عامل ازاي رغم كمان الغيابات اللي موجودة دي وبالفعل النادي الأهلي بيتقدم في الدقيقة 30 بهدف أولاني عن طريق اللاعب كان مفاجأة وقتها وتقدمنا 1-0 لكن قبل نهاية الشوت الأول المحلة بيخطف التعادل والمطش بيتعقرب وبنخش الشوت التاني وإحنا متعدلين واحد واحد وخايفين من أن سلسلة الانتصارات المتتالية دي تقف عند 12 فوز كنا عايزين نحقق التلاتاشر لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي والأول مرة في تاريخ الدور المصري وبالفعل في الشوت التاني بعد 16 دقيقة بالزبط بنسجل الهدف التاني وبنحافظ عليه حد نهاية المباراة وبنكسب 2-1 طبعا كانت مباراة عظيمة جدا وقدرنا نحقق الفوز 2-1 ونحافظ على سلسلة الانتصارات المتتالية وده كان أكبر رقم بيتحقق في تاريخ الدور المصري وقتها في 23 ديسمبر 2004 لما كسبنا 13 مباراة متتالية كسبنا وقتها كل فرق الدوري في الدور الأول وبنتائج مميزة وبأداء عظيم جدا وبأي تشكيلة كانت بتلعب بأي غيابات كنا بنكسب ومكملين النهاردة عندنا مباراة صعبة جدا على الملعب ده اللي خسرنا فيه في الموسم اللي فات بهدف دون رد وكان تقريبا أول خسارة لمستر بيتسو موسماني مع النادي الأهلي النهاردة موسماني بيوصل لخمسين انتصار مع النادي الأهلي طبعا إنجاز كبير جدا موسماني حققه في المباراة اللي فاتت اللي كانت كسبناها بهدف دون رد الحقيقة وكان أداء مميز جدا للنادي الأهلي كنا بنقدم فيه كرة هجومية لكن يعني كانت الدنيا معصلاجة معنا شوية شكل دفاعي قوي جدا قدامنا لكن موسماني قدر يوصل لخمسين انتصار مع النادي الأهلي في مسارته اللي فيها اتنين دوري أبطال أفريقيا وانجازات تانية كتير مهمة جدا موسماني في المباراة الأخيرة وصل لخمسين انتصار مع النادي الأهلي فيه ولايته اللي بدأت طبعا بإنجاز كبير جدا وهو التتويق بدوري أبطال أفريقيا وقدر يحقق اللقب في الموسم اللي فات كمان وعمل إنجازات كبيرة جدا والنهاردة ان شاء الله بنتمنى نيوصل للفوز الواحد وخمسين مع موسيماني والفوز الخامس على التوالي في مسابقة الدوري ونقرر بقى الانجاز الكبير جدا اللي كان في موسم 2004-2005 لما كسبنا كل مباريات الدور الاول قدام كل المنافسين باش النهاردة طبعا هيكون صعب لاننا باللعب واحد من ستة قندية ما خسرتش في مسابقة الدوري لحد دلوقتي بعد اول اربع جولات المحلة لعب ارمى منشاط لحد دلوقتي كسب مطشين وتعادل زيهم ووصل لتمن نقط في المركز الرابع قبل مباريات الجولة الخامسة طبعا مطش مهم النهاردة بيرجع لنا فيه كريم فؤاد اللي بيزهر في قائمة النادي الاهلي للمرة التانية في الموسم ده طبعا كان موجود في القائمة في مطش البنك الاهلي لكن ما شاركش النهاردة كريم فؤاد موجود في القائمة وبيستمر بقى غياب طاهر وكهربا ومحمد محمود وياسر إبراهيم واسامي تانية كتير وبيغيب كمان حمد فتحي الراجل صاحب هدف الفوز والرجل اللي عمل أداء قتالي في المباراة لكن للأسف اضطرت في آخر المباراة في الديئة مية تقريبا مش عارف مباراة انتهت في بعد الديئة تسعين بحاجات كتير قوي كده لكن الحمد لله سلسلة الانتصارات المتتالية استمرت وحققنا الفوز الرابع على التوالي والنهاردة ان شاء الله نحقق الفوز الخامس قدام المحلة وقبل ما نختم بنفكركم بسؤال الحلقة يا ترى مباراة اتنين واحد اللي اتكلمنا عليها اللي كانت في الدور الأول لموسم 2004-2005 اللي انتهت اتنين واحد مين اللي سجل إلها ده فين وقتها ونتقابل ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي ومباراة سموحة هنا على ملعبنا قبل بقى توقف طويل شوية لمسابقة الدوري هنرجع في 21 ديسمبر قدام في يوتشر ويلا يا أهل